ناغش الخطة التي توضعت قبل أربع شهور ناغش تفصيلي ومنهجي بشكل صارم وقيمة وعلى أساسه وضع خطة لمدة ستة شهور ناغش كل القضايا لكن في قضايا أحدد لها شهرين تدخل عائل خلال شهرين يتم فيها الحسم بشكل كامل ناغش طبعا الكلام ده كله وفق الأولايات الخمسة لأنها هي السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية وكمان ناغش العدالة بشكل كامل يتخذ فيها غرارات ناغش كمان التقشب الحكومي أو السياسة التقشب الحكومي كيف أنه يقدر يطورها بحيث أنه يكون مردودة كبيرة على المخزين العامة زي ما أنتم عارفين تم اتخاذ غرارات مهمة لمصلحة الاقتصاد بشكل كامل لكن كان لابد أن تنعكس غرارات دي برضو على أداء الحكومة الحكومة زي ما طلبت الشعب أنه يتحمل الضغوط قررت هي نفسها كمان أي سكة لأنها تتخفض ميزانة الحكومة وما يأثر على فعالة أداء تم التعاون معها ودراستها واتخاذ فيها غرارات بشكل كامل الغرارات دي بناء على الخمسة الأولويات ناغشتها قطاعات الثلاثة التي هي قطاع الحكم والإدارة قطاع الاقتصادي قطاع التنمية الثقافية والاجتماعية وبناء على الكلام دي كله تم اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات لكن سنعلم في المؤتمر الصحفي أهم القرارات ولاحقا بعد ما اطلعوا على البيان وعلى المخرجات الاجتماع لمدة ثلاثة أيام عليهم نحن ممكن نتوقع كثير من الأسئلة وكثير من الشرح للصحفيين عن ما دار خلال الثلاثة أيام وعن خطتنا خلال الشهرين القادمين وخلال الستة شهور أنا أفتكر نبدأ مباشرة البشمندس خارج يبدأ وبعد ذلك نكمل طيب السلام عليكم جميعا سيما تفضل السيد وزيران في البداية نحن نعتذر عن التأخير غير المقصود حيث أن نحن يا دوب خلصنا اتماعاتنا استمرت لثلاثة أيام والاجتماع كان عنده أهداف رئيسية الهدف الرئيسي الأول هو التقييم الصارم للآداء بتاع الحكومة خلال الأربع أشهر الماضية منذ التشكيلة وفقا للخطة لوضعتها الخطة الأولابات الخمسة هدف الثاني هو التحديد بتاع التدخلات العاجلة المطلوبة خلال الفترة الجاية الحية الثالثة هي الخطة التنفيذية الشاملة لستة أشهر الجاية وبرضو الأخيرة هي مسألة تطوير للتواصل الحكومي نحن كان الناس انخرطوا في الاجتماع بطريقة علمية جدا جدا في مجموعات بتاع عمل راجعوا بيدقة ما مضى والاجتماع بدأ بمناقش السياسية عامة ناقشت فيما ناقشت التطوير بتاع المبادرة بتاع السيد رئيس الوزراء وميس الوزراء جدت دعمه للمبادرة ويسناده لها ونحن نعتقد أنه هي طريحت في الوقت الصحيح عشان تدعم المعازمة السياسية شاملة موجودة في البلد وإنها وضعت النقاط على الحروف فيما يلي القضايا الواجبة للتوافق حولها وفيما يلي ضرورة توحيد القتلة الانتقالية عشان تعبر بالبلاد من صعاب الانتقال المرة بها بعد ذلك عشينا في تفاصيل خطة التنفيذية وتطويرها وتم التوصل لعدد من القرارات في الخمسة أولويات تحت الحكومة الأولويات التي تذكرت فضل بذكرها السيد وزير الإعلام أهم القرارات فيها في الجانب الاقتصادي أولا أنه حيستمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق برضو في حملة ستبدأ فورا لفرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برضو هناك قراروا تخذ بخصوص المسألة بتاعت التهريب بتاعت الدهب تاني أي دهب حيتصادر حيقول مباشرة أو عملة إجنبية الدهب مهرب أو عملة إجنبية بيتم الإجار فيها بشكل غير قانوني حيورد بباشرة لمصلحة بنك السودان برضو لتستطيع الدولة إنها تعين الناس على التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي قررت إضافة مبلغ 10 مليار جنيه لإجمال المرتبات عشان تنزل في شكل منحة ابتداء من يوم واحد سبعة القدامنا وعشان أديكم صورة كلية طبعا إجمال المرتبات تحت الحكومة هي حوالي 30 مليار جنيه الزيادة تقريبا زيادة 25% لكن ما حتتوزع بين نفس النسبة الناس الموجودين في الدرجات الأدنى حيخصص لهم مبلغ أكبر من الناس الموجودين في الدرجات الأعلى ابتداء من يوم واحد سبعة القدامنا يعني برضو الوزارة المالية ستوفر تمويل للتأمين الصحي عشان يدخل مليون أسرة إضافية حيث يتمظل التأمين الصحي بمساعدة وزارة المالية وديوان الزكاة هناك برضو أمر متعلق بثمرات في ظرف بتاع شهرين سيتم الاكتمال تسجيل وإيصال المبالغ لـ 3 مليون أسرة وهذه في المتوسط حوالي 15 مليون شخص ونفس المسألة بالنسبة لسلعتي برضو هي رأس مال الحالي هو حوالي 2 مليار جنيه برضو بدعم مباشر المزارة المالية حيث زاد دعم السلعتي لـ 10 مليار جنيه اللي هو مضاعفة رأس المال بتاعها خمسة أضعاف عشان تزيد قدرة بتاعت الوصول بتاعتها في موضوع المرتبات برضو في مراجعة شاملة حيث تتم للهيكل الراتب عشان يتم زالة كل التشوهات عشان اتداء من السنة الجديدة يكون فيه مرتبات حقيقة محترمة تليق بالعمل المبذول في القطاع العام لكن من هنا لحد ما يتم إجازة هذه الراتب الجديد ستستمر الملحة الشهرية اللي حدد مجلس الوزراء واللي حتعين قليلا على التعامل مع الضائق الحالي يعني برضو في نفس الإطار أكد المجلس استمرار توسيع قاعدة جمعيات التعاونية الاستهلاكية والانتاجية قرر برضو أنه تفتح خمسة ألف وظيفة جديدة في القطاع العام ابتداء برضو من السنة الجديدة في مداخل الخدمة في العاصمة وفي الولايات سيعلن عنها اتباعا في المسألة التعليمية برضو شدد المجلس المجانية بتاعت التعليم في المراحل الأساسية وأصد القرار ملزم لأنه لا يوجد أي مدرسة في السودان تجمع أي مبلغ من الطلاب خصوصا في مدخل التعليم في قرارات برضو اتخذت بخصوص مسألة الاستيراد لمزيد من التحكم فيه برضو أنه الوقف التام للاستيراد من الموارد التعتيير للعميل وعدم السماح بأي استيراد من غير جراءات المصرفية وعدم قبول أي تسوية في هذا الصدد زي ما أنتم عارفين المسألة كانت عندها تأثير حقيقة على سعر الدولار ومباشرة سياسة حتطبق عن طريقة جهات المعنية برضو المجلس وقف على التوفير التمويل اللازم لمدخلات المدخلات الزراعة بالقطاع المروي والمطري والتقليدي الكلام هذا برضو سيتم عن طريق محفظة للبنوكة الزراعية شرعنا قد فيها المحفظة دي بالمناسبة وفرت ما يقارب الـ 90 مليون دولار استوردت بها مدخلات تحت إنتاج سماد وتقاوي وغيره ستصل في اليومين جاية إن شاء الله لميناء بورسودان وحيكون عندها أثر مباشرة على الموسم الزراعي الصيفي لكن المحفظة دي نفسها مش هتبدأ مش شغالة للموسم الزراعي الصيفي فقط هذه التعاقدات بتاعتها ومتد حسن للموسم الزراعي الشتوي عشان يبدأ التخضير له بشكل مبكر برضو في الموضوع بتاع الكهرباء زي ما انتم تابعتوا في الفترة الفاتتة تم التعاقد مع الشركة لإكمال بتاع قري 3 مباشرة حيبدأ التنفيذ في المشروع بتاع قري 3 اللي هم توقعون يضيف 450 ميجاوات في بداية السنة الجديدة توفرها ووفرنا موارد برضو لصيانة المحطات التوليد الحراري الحالية عشان برضها تضيف ما لا يقل على 250 ميجاوات قبل نهاية السنة الحالية بإضافة إلى في مشاريع بتاعة الطاقة الشمسية وطاقة ترياح تتم التوقيع على عقود بتاعتها فورا عشان برضو هي مع مشاريع التوليد الحراري تمت صيانة دي توفر امداد تاني كهربائي المستقر ما يخلينا نعود مرة أخرى لمثل الأزمة اللي كان مرت بها البلد يعني برضو فيه القرار بإعادة تهيير مساحة مشاريع مروية بتضيف مئة ألف فدان إضافية للمشاريع الحالية برضو بالتمويل الدولي اللي توفر برضو للدولة حيتم الشروع فورا فورا وكرر فورا دي في حفر 500 بير بتاع مويا في كل ولاية السودان خصوصا في المناطق المتأثرة بالحرب ودي تمويلها جاهزة الآن ووزارة الريو الموارد المائية هي جاهزة لتنفيذ هذه العبار يعني في علاقات الخارجية القضية الهامة جدا جدا قضية السيدة النهضة نحن بلن نقترب من مسألة الملأة الثانية اللي عاوزين يشرع فيه الجارة إثيوبيا بصورة وحادية دي قضية غاية في الخطورة وبتهدد بشكل مباشر أمن ومصالح السودان ومعيشة أهله وعشان كده المجلس قرر أنه يكثف الجهود للتعاون مع القضية دي بما يحقق المصالح بتاعة السودان قرر برضو يعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية زي ما تبعته في المبادرة بتاعة رئيس الوزر وهو اتطرق للنقطة بتاعة تعدد مراكز القرار في العلاقات الخارجية وعدم وجود سياسة خارجية موحدة تقرر على المؤتمر قومي للعلاقات الخارجية ومشاركة كل الأطراف عشان تكون في سياسة واحدة متفق عليها وفي مركز واحد لاتخاذ القرار فيما يلي العلاقات الخارجية في قضايا الانتقال برضو أكد الاجتماع على ما ورد في مبادرة رئيس الوزر بخصة المجلس التشريعي والمجلس الوزر سيعمل مع كل الأطراف عشان يضمن أنها تصل لتوافق بالتكون المجلس التشريعي في فترة أقل من شهر برضو وجه المجلس وزارة العدل إنها تفرق من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية الدستور في فترة ما تتجاوز شهر ويأتي مجازاتها بواسطة مجلس الوزراء لأنه من الاستحقاقات الديمقراطية للفترة الانتقالية التي يجب الشروع فيها فورا برضو معه برضو مشروعين بتاع القانونين بتاعين مشروع قانون المجلس القضاء العالي عشان نعالج برضو الفراغ الموجود في القضائية وفي المحكمة الدستورية تحديدا برضو فترة ما تتجاوز شهر أمن برضو المجلس على دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامة وعلى دعم عمل اللجنة الوطنية برضو للتحقيق في فضل الاعتصام عشان يمكن من الفراغ من أعمالها أقرب ما تجسر من القراطة المهمة التي طبعت في الاجتماع هو يعني تعزيز سياسة التقشف الحكومي بإجراءات محددة ذي ما ذكر السيد وزير الإعلام أن إحنا يعني من هذا الشعب وإليه والجزء منه حسين بكل الضيق المارنبي والناس والحكومة أولى إنها هي تتحمل الضيق ده أكثر من الناس بقدر ما تقدر عشان كده تم إقرار حزمة بتاعة تقليل وخفض الصرف الحكومي فيها إجراءات مباشرة أول إجراءات دي كل ما يتعلق بمسألة المشاركات الخارجية والسفريات وغير تكلفتها يتم تخفيضها بنسبة 50% برضو سيتم تخفيض حصص الوقود بتاعة السيارات الحكومية بنسبة 20% برضو في كلكم بتكونوا شفتوا في الحيشان بتاعة الوزارات المختلفة في كمية بتلقام من العربات الواقفة ساي تكون برضو بشكل مباشر سيتم حصر كل العربات دي بيعة بدلالة عامة بإجراءات شفافة وحيتم توفير القسط الأوفر من المبلغ اللي حيكشف عنه بصورة معلنة للقطاع الصحي لحاكتين تحديدا الضمام بتاعة سيابة الدواء وتوفير برضو تهييل المستشفيات الحكومية برضو حيتم تخفيض للميزانيات تحت السفارات والقنصريات وميزانيات الملحقيات بنسبة 25% وحيتم إلغاء لكل المخصصات بتاعة الشاغل المناصب الدستورية وكلاء الوزارات ورسالة الوحدات في أحد النظام المباد وبراجعة القرارات الخاصة بذلك برضو العربات تحت الدفع الرواعي اللي بتستهلك برضو وقود عالي حيتم تخصيصة للمأموريات فقط وحيتم عملية تعدمج وعيادة هيكلة للهيئات والشركات الحكومية عشان يحقق خفض الصرف الحكومي في قرارات أخرى متعلقة بالمحاورة الثانية حيث استعرضها من بعدي وزيرة الحكمة الاتحادي لكن داري أكيد على أن القرارات هي عبارة عن دي القرارات العاجلة التي تتخذ في شهرين الجايات في خطة أوسع للستة شهور الجاية برضو ستنشر للرأي العام والناس سيطلع عليها بصورة مباشرة نحن مؤمنين جدا بأنه في صعاب وتحديات قاعد تمر بالمرحلة الانتقالية دي لكن الشعب ده أقوى من أي صعاب وأقوى من أي تحديات وفي خلال السنة ونصف الفاتد على الرغم من كل الصعاب والتحديات دي كان في خطوات حقيقية للأمام نحن متوقعين نحن برضو النتاج بتاع الخطوات دي يبدو يظهر بشكل قريب للغاية كلكم تابعتوا عدد كبير من التقارير التقارير تكلمت عن النسبة للتضخم والمتوقعة التقارير تكلمت عن المتوقع فيما يلي ملف إعلان الديون ما تعلموه برضو عن الموضوع بتاع المنحة بتاعة البنك الدولي اللي هدنا مليار دولار لتنفيذ مشروعات في التعليم وفي الصحة وفي هنا حبدا من بداية الموسم المالي هسا اللي يبدأ في يوم واحد يوليو أننا عبرنا جزء أصعب من المرحلة الانتقالية بوحدة هذا الشعب بقوته بقدرته على تجاوز الصحاب سنعبر عشان نصل لمرافي وطن الحرية والعدالة والسلام الذي جاد من أجله ثورة ديسمبر المجهيدة نساء الخير بالنسبة لمجلس الوزراء كان لابد من أنه يستقطع الزمن اللي قضيناه لمدة ثلاثة أيام في اجتماع مغلق زي ما ذكر باش مهندس خالد في مناغشة قضايا مهمة جدا بتهم الوطن وبتهم المواطن جات في محاور مختلفة ذكر منا الباش مهندس ثلاثة قضايا مهمة القضية الرابعة هي قضية السلام كلنا بنعلم إنه اتفاق جوبا لسلام السودان مرت عليه أكثر من سبعة أشهر الآن والمفروض يكون بدأ في تنفيذ فعلي وجاد في القضايا بتاعته والاتفاقات التي تمت واجه تعسر وإشكالات في التنفيذ فكان لابد من أنه يتم تناول قضية السلام تناول جاد وتناول مهم اللي هو جاء في أنه لابد من استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية شمال غيادة الرفيق عبدالعزيز الحلو وفي الوقت الرفيق عبدالواحد محمد نور حتى وإننا نستكمل القضية بتاعت السلام والتفاوض الحاجة الثانية اللي تناغشنا فيها في الكيمعدة هو حجد الدعم لتنفيذ الاتفاقات السلام ومعروف أنه اتفاق السلام يعني أتى بأشياء مهمة على رأس الترتيبات الأمنية وهي كان من المفترض تبدأ مع التوقيع على السلام بشكل مباشر نسبة للضيق في الموارد بتاعت الدولة في تنفيذ اتفاق السلام كل مجملا والترتيبات الأمنية بشكل خاص تم التعسر فالآن واحد من الغرارات المهمة تم اتخاذها لابد من أنه توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واللي هو الترتيبات الأمنية فيه جزء مهم وبيليها التكوين الآليات المختلفة المفوضيات صناديق خاصة بتنفيذ الاتفاق فبرضو في الغرارات المهمة اللي جات في باب أو محور السلام هو ضمان تسليم المطلوبين للعدالة الاجتماعية كلنا بنعلم كلنا بنعلم أنه للمحكمة الجنائية الدولية كلنا بنعلم أنه المطلوبين تم توقيفهم في السودان لكن الخطوة اللي باقي هي كيف نسلمهم للمحكمة الجنائية الدولية فلابد من أنه نقوم بالخطوة دي فدي من الغرارات المهمة تم اتخاذها في الاجتماع برضو من الغرارات المهمة برضو معالجة غضايا الشرك بصورة كاملة وشاملة كلنا بنعرف برضو في مسار الشرك تم اتفاق لكن كان لابد من أنه الاتفاق دي يستكمل بغيام مؤتمر يخاطب كل غضايا الشرك ويشاركوا فيه أهل الشرك جميعا فلسه على المسألة دي برضو فيها تعسر فتم اتخاذ غرار في أنه كيف نستكمل المسألة بتاعت قضية الشرك ونعالج القضايا العالقة فيه الحاجة الأخيرة في باب السلام أو في محور السلام اللي هو غيام مؤتمر نظام الحكم في السودان وده بدين فيه فعليا في وزارة الحكم الاتحادي وخطوات جادة المرحلة الأولى فيه انتهت بلجنة بورشة بغيام ورشة فنية الخطوة الجاية بتبدأ من بكرة اللي هو الورش الولائية والمحلية اللي حتستطلع رأي السودانيين في قضايا نظام الحكم في السودان المحور الآخر اللي كان له أهميته برضو تم نغاشه في الاجتماع واتخذت فيه غرارات اللي هو محور الأمن أهم الغرارات فيه دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة ولعادة الانتشار في الحدود الشرقية خاصة ولوقف التوترات الحاصلة في الجهة الشرقية من البلد الحاجة الثانية برضو واحدة من الغرارات دعم قوات الشرطة بالإمكانات اللازمة عشان تقوم بالدور بتاعه في حماية المواطن وفرض الأمن وحيبة الدولة بعد ذلك فيه نغاش تم حول الغوانين اللي عندها علاقة بالأجهزة الشرطية والأمنية المختلفة اللي هو غانون الأمن الداخلي وغانون الشرطة وغانون جهاز الأمن والمخابرات دي غوانين مهمة خالص خالص من المفترض يعني يتم إنشاء بشكل سريع وعاجل حتى وإننا نضمن الأمن في البلد الحاجة برضو تم يعني مناغشة تكوين آلية وزارية لإصلاح جهاز الأمن والمخابرات العام ضروري جدا برضو الغانون دائرة النور وبالشكل الذي يخلي جهاز الأمن يكون جهاز فعال ويؤدي المهام بتاعته برضو في شيء مهم جدا تم مناغشة وتخص فيه غرار اللي هو تأمين حقول البترول في السودان أو في حقول البترول المختلفة والمنتشرة في السودان دائل محورين مهمات تم نغاشهم في الاجتماع الحاجة اللي أنا عايز أقولها إنه كل المسائل والأوضاع الصعبة المرينبا في الأيام الفاتت بنتوقع وبنأمل بكل الإجراءات التي تمت من الحكومة إنه يحصل انفراج في الأيام الجاية ونرى أيام مختلفة من الأيام الفاتت وده كله يعني اعتمادنا على الشعب السوداني اللي هو يعني تحمل الكثير واللي أنجز السورة العظيمة اللي بقت يعني سورة قائدة بالنسبة للشعوب اللي طواغة للتغيير واللي بتأهلنا في الفترة الجاية على أساس إنه نصنع التحول ونتحول لبلد فيه يحترم الإنسان ويأخذ حقوقه حسب ما إنه هو مواطن في الدولة اللي هو يعيش فيها شكرا جزيلا طيب قبل ما أفسح فرصة للزمر الصحفيين بس بنأكد عدد من القضايا النقش المؤتمر اللي من ضمنها المبادرة بتاعة رئيس الوزراء زي ما أنتم عارفين تشكيل مجلس الوزراء نفسه بيقوم باعتمد على أغلب القوى السياسية الموجودة على الساحة فهم كل مجلس الوزراء عليه يجماعه ووافق على المبادرة ودخل فيها تفصيلا وعد لجان عشان تقدر تنزل المبادرة على هذا الواقع دي حاجة مهمة تم إنجازة بشكل كامل وتقريبا سيشرعوا فيها مباشرة بنهاية الاجتماع اللي هو إذا وراءنا نخلصوا الاجتماع الآن طوالهم تحول للجان وخلاص سيشوفوا مهامنا قريب جدا سيحصل انفراج سياسي لأننا احتغان سياسي تكلم عنه روز الوزراء وافتكر إنه بالمعارجة تمت والنظر للمبادرة بالتفصيل والتكسيم بتاع اللي جان أعتقد أنه سيكون في انفراج سياسي كبير بجانب الكلام اللي شرت له الوزيرة بوسينا القرارات التي اتخذت في الجانب الاقتصادي للستة أشهر القادمة قرارات مهمة وتمت دراستها بشكل تفصيل داخل الاجتماع وأصلا كان في دراسات لها تانية وتم النظر في تمويل بفحص شديد كيفية تمويل هذه القرارات بالتالي في حزمة مهمة جدا من أشهر ستة أشهر قادمة حتى تعمل تغيير كبير على مستوى الاقتصاد السوداني زي ما أنتم عارفين من بداية سبعة الوضع الاقتصادي سيتغير إيجابا لأن العلاقات الدولية اختلفت البنك الدولي علاقتنا معه خلاص استقرت وغير من المؤسسات الدولية ستجي استثمارات ضخمة استثمارات نحن الآن ناقشنا المحافظة بنك السودان نغاش كبير وتوسع على أن نظام مصر في مصدوج سيبدأ ودمعناه كل المؤسسات الكبيرة جاءت استثمار في السودان مباشرة ستبدأ الشغل بتاعها حاجة أخيرة أكد عليها قبل أن أفتح الفرصة أن هناك مشروعات كثيرة جدا نحن ما ذكرناها مثلا على سبيل المثال في التأمين الصحي الآن عندهم وظائف في حدود 3000 وظيفة هذه نحن أخذنا الغرار فيها ولم يتم ذكرها في البيان بحتوى نحن من القضايا العادية الممكن تشوفوها قدام النساء المالية بإضافة لديوان الزكاة تقريبا عندهم مشروع لمليون مليون يتيم تقريبا في أسرة مليون أسرة دعا مليون أسرة في كل ولاية السودان برضو نحن لم يتم ذكره المهم في مجموعة كبيرة من المعالجات الحقيقية الجذرية للأوضاع في الاقتصاد وللأوضاع الاجتماعية تمت مناغشات تم اتخاذ إجراءات فيها كلها لما نعلن كل القرارات ستبقى لكم واضحة الآن نحن نتوقع الأسئلة بكل صراحة ووضوح من كل الزمل مرحبا الآن نبدأ الأسئلة سنأخذ ثلاثة أربعة أسئلة من زملاء مختلفين نجيب عليها ثم نعود أرجو أن تعرف نفسك جيدا والمؤسسة الصحفي التي تعمل لها ونحصل على كصحفينا نحصل على معلومات إضافية من الوزراء الجومي للاجتماع لا نريد أن نستمع لوجهات نظر وجهات النظر نعبر عنها بطريقة أخرى أسئلة تستفسر من الوزراء السؤالي لشمهندس وزير الشؤون الرئاسة فيما يتعلق بمبادرة رئيس الوزراء واللي يبدو أنها أخذت حلس كبير من النقاش نقطتين ما وضحوا بشكل مباشر النقطة المحور الخارجية وما يتعلق بما دارا من أنباء إذا ما كان صحيحة أم لا حول لقاء وفد الموساد بنائب نائب رئيس السيادة وإن كانت هذه المسألة صحيحة هل تمت مناقشتها كجانب من الجوانب التي تتحدث عن التضارف في انتخاذ القرار فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية السؤال الثاني اللغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ألف وظيفة ذكرتها أم توزع حسب الدرجات الوظيفية والعمالية لا ينعرف كم حد الأدنى للأجور اتنين برضو ذكرتها أنه سيكون فيه ضبط الأسواق متى يتم ذلك ولم تذكر أيضا الذين يضاربون بالدولار سؤال أخير برضو العربات الحاكمية والله يا سيد الوزير ديزا حصرتوها مشكلة سودان تحلت شكرا جزيرا به العانة بدان وختمه صلى الله وسلم على سيدنا محمد زات ووصفا اسمه بدر الدين الخليفة الإزاعة السودانية السؤال يدور في المرتبات مبلغ العشر ألف كيف يتم توفير هذا المبلغ خاصة وأنه بعض الأحيان تحدث مشاكل في المرتبات من أين يأتي التوميل للعشر مليار التي ذكرت وهذا الدعم بالنسبة للموظفين ما هو الدعم لغير الموظفين السؤال الثاني يعني يغنم أشرة إلى أن طالما في زيادة المرتبات هناك يعني زيادة في الأسعار وذكرتم أنه سيتم ما هي الآلية لضبط يتم ضبط الأسعار أنا كنت متوقع أنه يتم خلال التنوير ذكر الزراعة وزيادة في الوقود وزيادة في التوميل التعود إنعكاسا على الزراعة هل تم مناغشة أمر الزراعة وتوفير التنويل اللازم لها شكرا جزيلا إدريس محمد آدم إذاعة بلادي الكهرباء واحدة من الإشكالات التي يعاني منها المواطن كثيرا جدا وسيد الوزير تحدث عن أنه هناك معالجات في هذا الجانب ولكن لم يحدد فترة زمنية لإصلاح مسألة الكهرباء فمتى يعني تحديد زمن لهذه صقف زمني طيب نجيب على هذه الأسئلة ثم ناخذ دفعه ثانية من الأسئلة نحن أخذ سؤالين ونخلل الأسئلة الموجهة لأستاذ خالد مباشرة للبشمان نستخالد بالنسبة للزراعة تم ذكرها ذكر توميل الزراعة تم نغاش نغاش كبير ومعالجات اللي هي زيادة التمويل وتوفير كل المعيدات والمعينات للموسم الزراعي ده ما يخص ما يخص سؤال الزراعة من الإزاعة أيضا ما يخص موضوع المرتبات المبلغ تم تحديده بشكل واضح منحة تضاف للموظفين الموجودين ما عندها علاقة بالعشر ألف وظيفة اللي هيت هيتم بعدين نغاشة بشكل منفصل أو مش نغاشة هيتم تدريب قبول وتدريب والتحاق بالوظائف لكن نتكلم عن منحة دي من أول يولي شهر الجاي فرض تتم صرفها والموارد موجودة الدولة تأخذ الغرارات مهمة الفترة فاتت بتحدد دخل التدفقات المالية للوزارة المالية بالتالي التدفقات دي وحيصد تخفيض الانفاق الحكومي وكل السياسات التمت دي هي على سنة تعالج قضايا المواطن من ضمن المواطنين دي ليغطاع كبير اللي بنتمي أكثر من 2 مليون سوداني بنتمي للقطاع الحكومي اللي هو موظم في الدولة لكن ده ما يعني نحن ما نظرنا لقضايا المواطنين السودانين خارج الوظائف دي بالعكس القضايا المشروعات التمت ومعالجتها وتم فيها اتخاذ غرارات هي بتعالج كل السودان كل السودان بمعنى كل السودان المزارعين الرعاء الموظفين غير من المهنيين السودانين في كل السودان تم نغاش قضاياهم ووضع المعالجات بوفق إمكانيات الحكومة السودانية في المرحلة الحالية وحتزيد المعالجات دي وحتزيد تحسين الأوضاع برضو بناء على أوضاع تحسن أوضاع الحكومة السودانية اللي نحن متفائلين بيتحسن أخيرا موضوع الكهرباء الكهرباء تم ذكرها منفروض في بداية نهاية العام تجوزة تقصيانة تكون اكتملت كل الاسبائلات تم تفصيانة بالتالي إضافة 52 ميجاوات لكن الكهرباء الـ 450 ميجاوات اللي هي بعد في قرر ثلاثة هي دي مع بداية العام نحن متوقعين الناس تشتغل يعني أخصاها شهر اثنين فبراير هي مفروض تكون في مرحلة التجريب أو تشتغل إضافة كبيرة جدا إذا إحنا متوسط إنتاجنا من الكهرباء واستهلاكنا في حدود الفين ونص يعني اثنين ونص جيجا أقل من ثلاثة في الغالي فبالتالي الزيادة هذه زيادة كبيرة بكل الحسابات هذا بجانب حاجة تاني مهمة جدا في موضوع الكهرباء هو أننا اتخذنا غرار مهم بأننا شروع فورا في إجراءات خاصة بالكهرباء الرياح وكهرباء الطاقة الشتمسية وذي ما تأخذ زمن طويل في إنك تأسس لها فالاتجاه للتوسع في الكهرباء لأنه عنده علاقة برضي بمشروعات التنمية القادمة إحنا ما ممكن نقابل مشروعات التنمية بكهرباء هي ما مكملة الاحتياجات الحالية بالتالي معا بداية العام الجاي حيكون في وفرها في قطاع الكهرباء توفر لنا نقدر نتصدبها لكل المشروعات القادمة ترك الميال لنبش مهندس خالد معلش أبدأ بسؤال أستاذ كمال حول الموضوع العلاقات الخارجية دار أقول إنه مصلا المبادرة بتاعتريسة الوزراء حددت بإنه في عزمة في إدارة ملف العلاقات الخارجية نسبة لتعدد الأطراف اللي قاعدت تعاطى مع هذا الملف وأحيانا قاعدت تتضارب السياسات وعشان كده الخطوات العملية القرر الاجتماع ده إنه يعقد المؤتمر بتاع السياسات الخارجية فورا بحيثون يتفق أولا على السياسة ومن ثم على التوحيد بتع مركز اتخاذ القرار والتواصل فيها المسألة الثانية مثل القوة المشتركة دي في القوة المشتركة هي ما على حساب اقتصاصات الشرطة القوة المشتركة هي واحدة من استحقاقات تاعت الاتفاق بتعجيبة وهي معنية بفرض الأمن في دار فور و الطريقة بتاعت العمل بتاعتصاصات بتاعترين خاطئة هي واحدة من استحقاقات عاملت السلام وغرضة فرض الأمن في المناطق بتأثرة بالحرب السؤال الثاني من الأستاذ من الحاكم نيوز أول حقيقة اسمي خالد عمر ما اسمي خالد سلك ديني مرة واحد حمزة جاوب على السؤال الأول اللي هو خاص بموضوع المرتبات وهو زي ما ذكر هو دم مبلغ مباشرة حيمشي للمرتبات القائمة الحالية للموظفين الخدمة المدنية الحالين وحيبدأ من يوم واحد سبعة الفكرة فيه أنه ما بيوزع بالتساوي يعني الفكرة فيه أنه الموظفين الموجودين في الدرجات الأدنى بيخصص لهم مبلغ أكبر يعني وبعد ذلك يبدأ يتناقص تدريجيا للأعلى يعني ويبتوقع أنه سيساعد لحد كبير يعني أو لحد ما فيه يعني يمكن الناس من التعاون مع الوضع الحالي يعني حملة مرتيبات لها مع الأجهزة الأمنية والأجهات ذات الصلاة وحتنطلق أفتكر في خلال الأسبوع عشان تضبط الأسواق الأسعار في الأسواق وحقيقة طبعا هو اللي يوم الفاتت برضو نتائج السياسات بس مش للضبط في بعض السلع الاستهلاكية شهدت انخفاض فيها الزيت السكر العدس الرز كل السلع التي تأثرت مباشرة بالسياسة الجمركية الجديدة اللي دخلت في نطاقة العفاء الجمركي عدد أكبر من السلع الضرورية تأثرت بها السلع وبرضو ستوقع أن السياسة تدريجيا يبدأ يظهر الأثر بتاعها حتى في الموضوع بتاع الوقود سيبدأ يظهر الأثر بتاع السياسات التي اتخذتها الحكومة في المدى القريب الأثر الإيجابي سيكون واضح نفس الشيء ينطبق العملات الأجنبية العملات الأجنبية في حملات تمت في الفترة الفاتت للقاء القب على الناس اللي يتعاملون بالعملات الأجنبية خارج منطاقة القانون وما تم يعني إضافته في الاجتماع المشترك أنه أي ذهب تاني تقبض المهرب أو عملة الأجنبية تتجار فيها بشكل غير قانوني تصادر تمشي باشرة لبنك السودان هنا في حاجة يسمى تسوية ولا كلام زي هذا مباشرة ستعود لصالح الدولة والكلام عن أنه تمويل 10 مليار حيجي من موارد حقيقية السؤال من أستاذ بدر الدين حيجي موارد حقيقية الكلام بالأكسر يتعامل بالورقة والقلم ووزارة المالية قالت دل بنقدر عليه ودل ما بنقدر عليه وحقيقة كان طموحنا أنه الزيادة تكون أكبر من كده لكن في النهاية يعني عملنا وفقا للموارد المتاحة بالنسبة لنا وكده برضو الكلام عن أنه الدعم لغير الموظفين برضو غير الموظفين في الدولة أولا ثمرات ثمرات هتغطي زي ما قلنا في الشهرين الجايات دل 15 مليون مواطن في حوالي 2 مليون أسرة دبل كل تأكيد دل أضعاف العاملين في الدولة سلعة برضو بالزيادة بتاع تراث ما لا ستصل لعدد أكبر من المواطنين وبالتالي ستوفر لهم السلع بأسعار في متناول اليد مثلا الثالث هي برضو التأمين الصحي ودي برضو ما حصل على العاملين بالدولة ودي برضو ستساهم في التخفيف لحد كبير على العاملين يعني خارج القطاع العام في برضو يعني بموضوع الزيادة تأثير على الزراع وكده أنا أفتكر أنه مناسبة الزيادة على الوقود سيكون عندنا تأثير إيجابي على الزراع أقول لك كيف أولا الوقود سيتوفر بصورة مستمرة والناس متابعين في الولايات يعني الوقود متوفر لأحد كبير في غالب ولاية السودان والأزمة الخانق كانت موجودة البدى التنجلي عادة كان التخير في الوصول بتاع الجازولين بيؤدي لإنخفاض الانتاجية الزراعية وهسا سيكون قاعد من وقت مبكر في كل الأعمال مننا التحضير لحد الحصاد وده سيساهم في زيادة الانتاجية المزهرة الثالثة وده قرار تخص في الاجتماع مجدد أن السياسة التي تعلن الدولة في شراء المحاصير الزراعية بتاعت الموسي والصيف سيزاد فيها الأزعار تعلن الشراء الدولة وحقيقة طبعا الوقود الذي كان يمشي مدعوم قزه كبير منه كان يتهرب والمزارع نفسه يضطر أن يمشي يشتري من السوق الموازي وما يتعوض بعد ذلك لكن سيحصل هسا أن القروش الذي سيدفع في الوقود سترجع له أكثر منها في الشراء المباشر بتاعة السلع بالزاد زي الزراع ويتعلن السياسة بتاعت التزعير وحيوضع المسألة في الاعتبار ثاني في الموضوع بتاع العربات هذا قرار في لجنة ستشرع وباخرة بإجراء شفافية عالية للغاية ستخسر كل العربات الفائضة عن الحاجة سواء كانت متعطلة أو غيره ستعمل لها دلالة عامة وكل المبلغ غالب المبلغ الذي يجي من الدلالة سيمشي مباشرة يوظف للقطاع الصحي في شكل مشاريع مباشرة بتاعتهي المستشفيات وتوفير للدول مرحلة مجيد من الأسئلة تفضلي سلام عليكم ورحمة الله اسربا بكر التاسية الإخبارية أنا والله ما عرف سونة قالت تتكلم كصحفيين لو سمحت لين منصة ستكلم بشقين الشقة الأول كمواطنة السودانية والشقة الثانية كصحفية كصحفية في المحور الأول ناحية الجانب الأمني ما هو نوع الدعم الذي سيوفر للشرطة والصلاحيات لحفظ الأمن في داخل ولاية الخرطوم وخارج الولاية الشقة الثانية ما بين سلعة والجمعيات التعاونية هناك وجه شبه كبير جدا ما هي خطوات الدولة للتنسيق ما بينهما حتى لا يحصل تضارب ما بين السلعة والجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية الشقة الثالث الصحة في البلاد ماذا قدمت الدولة لمرضى السرطان في مسألة توفير الدواء في القضية التي تسيطر على الصحة الآن المجانية بتاعت التعليم الآليات لتنفيذ مجانية التعليم هل سيكون هناك خط أو رقم للاتصال الثابت بوزارة التربية والتعليم للبلاغات من الأسر حتى إن لم تطبق أي مدرسة هذا القرار مجانية التعليم جزئية أخيرة الضابت التي ستعلن وزارة التجارة في الأول من يوليو في مسألة السلع العشرة التي سيتم وضع ضوابط لها هل تم معرفة تكلفة الإنتاج الحقيقية لهذه السلع حتى يتم وضع تسعير وديباجة يستطيع المواطن أن يبني عليها شكرا جزيلا أنا حافظ هارون الصحيفة التيار بس هل تسأل في القطاع في الجانب الأمني بالتحديد يعني الآن في ولايات كثيرة بتشهد انهيار أمني بشكل غريب وبشكل مستمر وطيرة العنف مستمر الآن مثلا في مرناطق دارفور وفي غرب كردفان الآن احتغان كبير جدا وقبل أيام شاهدنا برضه يعني عم في مسلح في منطقة غدير في جنوب كردفان وعدى لضحايا كثيرة جدا وبذات القدر الآن هناك انتشار بتاع سلاح في ولايات الخرطوم يعني وتكرار حوارس العنف والنهبي وتسلح المواطنين بشكل كبير جدا دارين نعرف ما هي القرارات الحاسمة في المسألة الأمنية دارين نعرف ما هي القرارات الحاسمة الحية التانية مثلا الترتبات الأمنية الكلام في الترتبات الأمنية غير واضح يعني أسل حديث على الترتبات الأمنية يعني تكلم عن ضمان وجود التمويل ما هي أوجه أو ما هي مصادر التمويل بالنسبة للترتبات الأمنية وهل حددت مواعيد بالضبط لإجراء الترتبات الأمنية بالفعل ودارين نعرف يعني الغرارات دي بشكل واضح شكرا حمد سليمان الترسودان من خلال الاتماع بداية هو للتغييم والتغويم نحن دارين نعرف التغييم لمستوى أداء الحكوم وشنو يعني نحن دارين منكم تغييم لمستوى أداء الحكوم في الفترة الفاتح كان شنو مؤخرا كان في مشكلة ما بين أو خلافات ما بين لجنة تفكيك التمكين ويزارة المالية والحاجة دي فيها اتهامات لوزيرة المالية بالخلفية الأيدولوجية يعني فهل تم مغاش هذا الأمر تحديدا و لاحتواء هذه المشكلة تحديدا يعني الحصل فيها شنو عشان يتم دعم لجنة تفكيك التمكين عشان توازي العمل السلام عليكم سالي علي وكالة الأنباء السودانية سونة إن كنت قد تابحت بشكل جيد ما قالت السيدة بوسينا وزيرة الحكم الاتحادي إن مجلس الوزراء قد اتخذ قرار بتسليم النتهمين الذين يفترض أنهم يذهبوا إلى الأهاي هل هذا قرار نهاي أم هل ملازلت هناك دراسة لهذا الموضوع ستتبع دراسة يعني أم إنه قرار نهاي فإن كان نهاي فهل تسليم الرؤوس الكبيرة ضمن هذه الذين سيسلموا وهل سيسلموا دفعة واحدة أم على دفعات وشكرا طيب نكتفي بهذا القدر ونرجع للمنصة للإجابة طيب فيما يخص موضوع سلعتي والجمعيات التعاونية هناك تنسيق تام وتكامل أصلا في الأدوار بين سلعتي وبين الجمعيات التعاونية والعمل لشغال بشكل مستمر وهم ماشيين مع بعض نحن ناقشنا سلعتي بشكل منفصل وكيف نقدر نرسمها سلعتي يطمد مضاعفته بحيث أنه تغطي أكبر عدد من الولايات أكبر عدد من المحليات وفي نفس الوقت تكون أسرع في أنها تنجز مهامة لأنه رأس المال الصغير هو بخلي انتشار أقل فتم إقرار أنه تطمد مضاعفة رأس المال الجمعيات شغالة وحي تتم تطوير عمل بشكل مستمر ما يخص غرارة وزارة التجارة وزارة التجارة لها فترة طويلة تدرس في هذه القرارات لوضع الضوابط وخلصت منها قبل سبعين تقريبا وعرض وزارة التجارة خطته للإجراءات دي وعلنا لاحقا وإحنا طلعنا خلال اليوم على الخطة النهائية وتقريبا ستغير كثير في موضوع ضبط السوق ستغير كثير جدا لأنهم مستعدين من ناحية تقنية مستعدين من ناحية إجرائية مستعدين بالتعاون مع كل جهات الأمنية لغارة الحملة دي لأنها مفروض تكون حملة جادة وحقيقية في أن تغير في شكل السوق لكن ما بتضرب سياسة التحليل الاقتصادي للوضع الضوابط الحقيقية حسب التكرفة والتسلع وغيرها من الضوابط اللي هم درستة التجارة بشكل كامل على أساس وضع قرارات خالد برضو في موضوع التعليم أنا أفتكر أنه الدقرار بتاع الحكومة ملزم لكل جهات أفتكر أنه الفكرة ذكرت الأستاذ فكرة جيدة وبنقولها بشكل مباشر لوزارة التربية والتعليم عشان تسهل التواصل مع أولياء الأمور للتبليغ لأي حوادث سيدي موضوع الصحة برضو زي ما قلنا في غير أنه نقول هذا الموضوع بتاع التدخلات العاجلة لكن غير التدخلات العاجلة في الحياة المستمرة واليومية من القرارات ومن الحياة الموجودة في الخطة التنفيذية المجازلة 6 أشهر الجاية هو ضمان انسياب الأدوية بدون تعطيل كلها وفي تمويل بالدولار الأمريكي وفي تمويل الجنيا السوداني تم الإطمئنان على توفره عشان تتوفر جميع الأدوية في وقتها لكن الموضوع التخلص من الفائد من العربات الحكومية سيكون ميزانية إضافية للصحة ستخش في تأهيل المستشفيات والموضوع برضو بتاع الأدوية وده سيكون إضافة لكن حتى الانسياب العادي والميزانية العادية فأكد لك تماما أنها متوفرة بشكل كامل في برضو في موضوع السلع وتكريب الانتائك بكل تأكيد الموضوع تم بدراسة معمقة ما تم ساي وزاعة التجارة بدأت من مبكر في الإعداد للحملة دي عشان ما تكون يعني بس قرارات معلقة في الهوسائي ولا ما مدروسة بشكل جيد قامت بدراسة كاملة شاملة و يعني بكل تأكيد الأسعار ستراقب دي والأسعار التشيرية ستكون منصفة للمنتج ومنصفة للمستهلك في السؤال بتاستاذ محمد سليمان من ألطرة سودان هذا هو إدعمل تقييم حقيقي للمستوى بتاع الحكومة في الفترة الفترة المستوى بتاع القطاعات على المستوى بتاع الوزارات على المستوى بتاع الأوليات القمسة وما تحقق منها وما تحقق وكان في تقييم لأنه في نقاط على الضعف حقيقية وحتى في البيان نفسه مثلا هذه مذكورة لنحن بنفتكر أنه من كل المجهود البذل لكن بنفتكر أنه الأداء العام هو دون الطموح ونحن بنطبح لأنه يكون أكبر من كده بكثير وأنه يكون أفضل من كده بكثير وأنه يعني يلامس الأمال والأشواق بتاعة الشعب السوداني لكن التقييم بأساسه تم بطريقة علمية للغاية وين أنجزنا فيها كم وليما أنجزناه وشنو المعالجات الممكن نعملها عشان نحقق الغايات الموجودة في البرنامج في تاني الموضوع بتاع الخلافات التي يتمكن وزارة المالية والخلفية الأيدولوجية لوزير المالية نحن في مجلس الوزراء حية الموحدين لا نعرف ما خلفية الأيدولوجية وما نحن نحن متفقين حول برنامج متوافقين عوله 100% وكلنا نعمل بروح الفريق الواحد ووزير المالية يعمل مع باقي زملائهم في مجلس الوزراء بانسجام عالي للغاية وفيما يلي الموقف تجاه لجهة التمكين القرار برضو أنا قريته موجود في البيان مجلس الوزراء قراره هو دعم لجنة تفكيك نظام التلاتين من يوني وتوفير الموارد اللازمة لها عشان تتمكن من تحقيق غاياتها دي واحدة من أهم مكتسبات الثورة واحد من أهم الأدوات اللي بيتحقق واحد من أهم الأهداف التي جاءت من أجل الثورة وهي عندها كامل سندنا ودعمنا فيه باقي أسئلة تجاهب عليها أستاذ أبوسينا فقط مع المغلق ولكن داني غاش يعني دائر من فترة طويلة داخل مجلس الوزراء في كيفية دعم الشرطة في إنها تأدي المهام بتاعتها الهم الأكبر كان لمجلس الوزراء إنه كيف نخلي الشرطة قريبة جدا من المواطن وممتلكاته وتكون حاضرة متى ما يعني المواطن احتاج للحماية وكذا فأهم حاجة بتخلي المعنى داي يكون حقيقي اللي هو كيف إنه الشرطة تكون عندها وسائل بتاعت حركة ومركبات بتنقل الرجل الشرطة لما كان الحدث بشكل سريع دي حاجة أولا الحاجة الثانية برضو كنا بنتناغش عن إنه كيف نعيد النقاط بتاعت الشرطة اللي كانت موجودة قريبة جدا من المواطن في الأحياء وكلنا الفترة الفاتت يعني شهدنا انتشار جريمة يعني قاعد تكون في الأحياء بأشكال متنوعة وبتعرض لها المواطن حتى وإنه طالع من بيته هو في يعني المواصلات وفي حتات كثيرة جدا فكيف أنه نخلي الشرطة تكون قريبة من المواطن دي نوعية الدعم اللي تحدثنا عنه والآن اتخذت إجراءات يعني غوية جدا في إنه كيف نوفر الدعو ماد الحاجة الثانية الأخ من جريدة التيار اتكلم عن التوترات الحاصلة أو الانفلات الأمن الموجود في الولايات المختلفة وخاصة ولايات دارفور وكردفان في غرب كردفان وجنوب وحتات تانية كثيرة زي شرق السودان بتوترات كثيرة حاصلة لكن بشكل خاص تحدثنا عن التوترات التي تكون موجودة في ولايات دارفور دي موجودة في إنه لابد من تكوين القوات المشتركة بالنسبة لحماية المواطن والمدنيين في الولايات المختلفة القوات المشتركة دي بتتكون من قوات الشعب المسلحة من الدعم السريع من الشرطة من الكفاح المسلح كله اللي هم موقعين على اتفاق أو على بورتوكول دارفور والمسألة دي برضو النغاش فيها يعني تم في الاجتماع ده بشكل تفصيلي وبشكل جاد لكن الحوار والنغاش حول الموضوع ده بادي من أجهزة وآليات أخرى تكامل تهسع في مجلس الوزراء لأنه في جزئيات تانية يعني معنية بشكل لضغيق بالجزب بتاع القوات المشتركة واللي هو مجلس الأمن والدفاع دي من مهامه الأساسية في إنه كيف تتكون القوات المشتركة دي وتمشي وتكون موجودة في الولايات المختلفة في دارفور في جنوب كردوفان في أي منطقة فيها توترات على سن تحمي المواطن فمجلس الوزراء اتخذ الغرار ده في إنه نمشي تجاه تكوين القوات المشتركة الحاجة التانية والمهمة الممكن تكون معالجة حقيقية بالنسبة للتوترات الحاصلة هو تنفيذ الترتيبات الأمنية وبشكل عاجل جدا جدا صحيح الأخ تكلم عن أنه الترتيبات الأمنية الشكل بتاعها ما واضح وجهة التي توفر الدعم للترتيبات الأمنية بديهي جدا ومن الواجب الدولة السودانية هي مسؤولة من توفير الموارد للترتيبات الأمنية الترتيبات الأمنية مسألة يعني هي عبارة عن بروسس ما حاجة يعني ممكن الليلة الناس يقعدوا في الترابيزة وبكرة يقول أنه نحنا نفزنا الترتيبات الأمنية لأنها بتبدأ من الآليات بتاعت الغيادة العليا متمثلة في اللجنة العليا للترتيبات الأمنية بتجي بالإجان الغيادة والسيطرة بتجي بالآليات بتاعت الميدان منها التجميع بتاع القوات في نقاط محددة وتوفير كل اللوجستيهات والدعومات المطلوبة بالنسبة للترتيبات الأمنية فهي عبارة عن بروسس طويل فالدولة السودانية هي المسؤولة والملزمة بأنها توفر الموارد عشان كده تم نغاش الموضوع ده في داخل مجلس الوزراء واتخذ قرار بضرورة الشروع فورا في توفير الموارد ينفذ بها الترتيبات الأمنية السؤال بتاع المطلوبين أو تسليم المطلوبين للجنائية طبعا المسألة دي تسليمهم آي ككلمة لكن طبعا ده إجراء بيتم مما هسا نحن بدأنا واتخذنا الغرار بالتسليم لحد ده ما نحن نسلم الناس دي فعليا فديه إجراءات جزء منا مطلوب من الدولة السودانية لأنهم الناس دي المقبوضين وموجودين في احترازات وفي سجون سودانية وبيحاكم على غضايا أخرى عند علاقة بالفساد وزورة الإنغاز البائدة دي كل غضايا هم بيحاكموا فيها أنا أفتكر إن دي إجراءات محتاجة معالجة الإجراءات الثانية متعلقة بالإي سي سي ذات نفسها عن كيفية الاستلام المطلوبين فهي إجراءات حزمة من الإجراءات جزء منا متعلق بالدولة السودانية والجزء الآخر متعلق بالمحكمة الدولية على ساس إنه يتم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية طيب لو سمحوا اقتصاد الوزراء سنأخذ ثلاثة أسئلة أخيرة سريعة فضلوا سيد أحمد يونس أحمد يونس جريدة الشرق الأوسط السؤال للسيد وزير الرئاسة تضمنت مبادرة السيد الرئيس الوزراء بند واضح جدا متعلق بتصفية دولة الحزب لصالح دولة المواطن ما هي الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال إلى جانب الجهد لجنة إزالة التمكين وتفصيلا الخدمة المدنية بما تعاليه ما لم يتم إجراء الجراحات أو حسب ما أشارت المبادرة نفسها ما لم يتم إجراء الجراحات العميقة والدقيقة ما اتفكت عليه وما اتخذته من قرارات يصبح غير قابل للتنفيذ وفي ذا أخص بنك السودان ومجموعة البنوك ما هي القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب أو التي تم اتخاذها شكرا السلام عليكم محمد قسم السيد الموجود السوداني كانت هناك مبادرة لتقسيم المنظومة الدفاعية إلى شقين شقق مدن وشقق عسكري أين وصلت تلك المبادرة برضو هناك أشخاص كان قد تم قبضهم على خلفية المضاربة في النقد الأجنبي وطم يطلق صراحهم على أساس طم يطلق صراحهم هل طم التحقيق معهم؟ شكرا السلام عليكم سلام عليكم سلم عبد العزيز موقع الحقيقة الإلكتروني فيما يتعلق بقضايا الإعلام هل تمت مناغشات التحديات والمشاكل التي تواجه قطع الإعلام حاليا في الفترة الانتغالية الشائعات التحتيم الحاصل حاليا عدم الحصول على المعلومة كان سبب في انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة النقطة الثانية فيما يتعلق بالخلافات التي تواجهها الحاضرة السياسية وليشكلت حاليا تحدي حقيقي ومغلغ للحكومة الانتغالية هل تمت مناغشة الأجانب ده؟ شكرا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونتوجه للمناصة للإجابة وأعجز نبه الزمل الصحفيين إلى أن البيانة نص البيانة المكتوبة الصدر عن الاجتماع سيكون في موقع سونا خلال دقائق قليلة تفضل في حد يخونا عايز فرصة إحنا مع بس على السريع يخونا فرصة لما على آخر لما أوليك بشهد ناظر العربية الحديث عن تكسيف الجهود فيما يلي أزمة صد النهضة الخيارات المطروحة قانونية ودبلوماسية نعم السودان وهل من ضمنها الخيار العسكري أنا محمد عبد الباقي صحيفة الحداثة بسأل من الموضوع الرغبة على الأسواق معروف في ظل التحرير التحرير الاقتصادي من حق التاجري بيع واشتري بالسعر اللي هو عايزه فما هي الآلية اللي بتخلي الدولة تفرض رغبة على الأسواق بقية آلية الحاجة الثانية في إعلان إعلان لشرطة إعلان إضراب يوم 30 يونيو فهل تمت مناغشة الأمر لأنه الشرطة الآن مرتبط خمسة عشر ألف مرتب الصول ثلاثين أبعات عشر ألف ومرتب العسكري العادي يعني سبع ألف فده موضوع الإضراب السيدة الوزيرة تكلمت عن الآليات وآليات الحركة وكذا فما تكلمت عن المرتبات شكرا جزيلا بحب دانا بزيطة الإعلام بأترك بقية الأسئلة البشمندس خارج والأستاذ بوثين ما يخص الإعلام الاجتماع ناقش في جلسة كاملة التواصل الحكومي اللي هو الداخل والخارجي ناقش تطوير مواقع الإلكترونية لكل الوزارات بحيث أنه تتوفر فيها كل المعلومات والخدمات ليس المعلومات بس حتى الخدمات ودي وزارة التصالات والتحاول الرقمي قدم التعاهدات بخطة خلال شهرين حيث التحول كبير في المواقع الإلكترونية الحكومية لما يخص الإعلام تم نحن قدمنا كوزارة ثغاف وإعلام قدمنا خطتنا التي من ضمنها خلصنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات من بناء المنصة التي هي منصة الناطق الرسمي وحاليا نحن مرحلة الاختبار وتقريبا ستعمل تدفق كبير في المعلومات نحن كان وعدت بالكلام قبل شهرين أنه كل الأسابيع نحن نقدر نوفر المعلومات بشكل أكبر ما في تعتيم للمعلومات بقدر ما أنه عندنا كان مشكلة تقنية في أنه نقدر نسرع تدفق المعلومات بشكل كبير حاليا الموضوع تمت معالجته في المنتصف الأسبوع حيث تدريب الكادر تبع وزارة الإعلام والاتصالات عندهم كوادر الفنية سيكون معانا بشكل مستمر أيضا الوظائف التي أعلن عنها وزارة الثغاف والإعلام نحن الآن في مرحلة المعاينات يعني بدأوا معاوذات العمل بدأوا في الفرز وتصنيف الوظائف والإعداد القائمة الطويلة ممكن خلال أيام يعلن أسماء المؤهلين المرشحين للمقابلات والمعاينات بالتالي نحن خلق فترة قريبة وبجيزة نحن نعمل مقابلاتنا بالتالي عندنا الكادر البشري عندنا التقنية التي تم إغرار السيستي موسي في مرحلة الاختبار زي ما وردتكم بين المحلين للحاجة في ضلع الثالث المهم اللي هو الوحدات الإعلامية في الوزارات ودي الاجتماع ناقش وقد فيها غرار تعالي التأهيل بدعمها بالكادر البشري دعمها بمعينات العمل دعمها بشكل كامل حتى الفراغات تكون تكون في كل وزارة إدارة إعلام عندها التواصل مباشر مع كل المسؤولين حيثين تقدر توفر المعلومة للإعلامين بالإضافة لأن الموقع الإلكتروني يحتوي على المعلومات والإحصاءات الثابتة بالتالي نحن يكون وفرنا على قدر كبير تدفق المعلومات وده أساس محاربة الشائعات غناعتنا أن الشائعات لا تتمدد إلا في ظل وجود فراغ الفراغ كان نحن في تقديرنا كان سببه الأساسي هو ضحف تدفق المعلومات ونحن الآن عالجناه وحاتشوفوا نتائجوا بشكل عملي قدامكم في الأيام الغادمة أنا أكتفي بموضوع الإعلام وخلي خالدي وثينا نكمل البقاء المعالجة الحتم والإضافة الحتم للمرتبات أفتكر حتشمل كل الناس بما فيما شرطة لكن عن إضراب الشرطة أنا والله ما سمعت الكلام ده لو في ظل عنده علم بأن الشرطة أعلنت الإضراب يوم 30 يقول لنا حاليا كان معنا سيدة الوزير يعني وزير الشرطة ووزير الداخلية موجود معنا لمدة 3 يوم أصلا ما ذكر لنا أن الشرطة معشة تضرب يوم 30 يونيو شكرا جزيلا استكمل باقي الأسئلة السؤال بتاع أستاذ مديونيس عن الموضوع بتاع تصفية الحزب الواحد كما قلت بالالتزام بتاع الحكومة والدواحي من الأهداف الرئيسية للثورة وفي سياق ديجات مسألة دعم اللجنة بتاتزالة التمكين لكن فيه إجراءات ثانية أخرى منها مشروع الشامل بتاع إصلاح الخطبة المتنية وإصلاح الخطبة المتنية بكل تأكيد ما ممكن يتم بدون تنقيةها من العناصر المختبطة بالنظام البايد والذي قاعدها تقوم بعمليات خويفة مش كده بس ونحن نتكلم عن مش بس كأشخاص يعني إنه حتى كسيستيم موروث في الخطبة المتنية هو يحتاج لمعارجات في النظم وفي اللوائح وفي المؤسسات وفي دمج وهيكلة بعض الهيئات والوحدات تدي كلها إجراءات الناس ملتزمين ومعشين في الاتجاه بردو فيما يلي بنك السودان والمصارف دي ما ذكر سيد رئيس الوزر في خطابه إنه في إصلاحات حتم في بنك السودان وفي الهيئات الثانية لكن في موضوع المصارف تحديدا بردو دار نخاش مستفيد في خلال الاجتماع المغلق وبردو حتتخذ إجراءات كبيرة في المصارف في الفترة القريبة لقدامنا ستظهر للناس في الخطة التفصيلية الحشر برضها لكن سيتأخذ إجراءات كبيرة في المصارف لتتسق مع استجازة بتاعة الدولة في الموضوع بطاق صراح تجار العملة طبعا في النهاية ما في شخص يطلق صراحه إلا لو كان قانونيا يستحق إطلاق الصراح لكن الناس يتم القبض عليهم التجار في الموضوع سيحاكم ونفق للقوانين بتاعة البلد و سيكون الدولة ستكون معهم غاية في الصرامة مسألة الشركات العسكرية في إجراءات في الاتجاه بما فيه المسألة بتاعة النشاط بتاعها حدود بتاعة ونوضوع المالية عليها والعلاقة ما بين الهيئات الحكومية المختلفة في مجلس الوزراء وفي خطوات ما شاء في هذا الاتجاه في السؤال عن الخلافات بدين الكلام نحن بأنه المجلس أول قضية ناقشة هي القضية بتاعة المبادرة والمبادرة جاءت الأساس للتعامل مع الخلافات الكبيرة الموجودة في مختلف المؤسسات تالسلطة الانتقالية والمكونات بتاعتها ومجلس الوزراء وفي إسناده ودعمه المبادرة بتاع سيد رئيس الوزراء حيرزل مجهود كبير في إسهم في علاج المسألة ونفتكر أنه يكون تابعه في اليومين الفاتح الدين يعني ردود فعل إيجابية تجاه المبادرة حتى بدت تسهم برضو في الاحتواء بتاع الخلافات الكبيرة الموجودة في الساحة ولكن ما سنقف على كده سنتبع المسألة بإجراءات عديدة في الاتجاه ده ويكون في خطوات مهمة حتى في خلال الأسبوع الجاية لقدامنا عشان يتم توسيع القاعدة بتاعت المبادرة والتواصل مع المختلف المكونات بتاعت الشعب السوداني والضمان برضو لأنه فعلا الغايات اللي جات من العجلة المبادرة تتحقق الكلام عن صد النهضة والخيار العسكري أننا متمسكين بالخيار السلمي ومتمسكين بكل السبل أنه ندافع عن بلدنا وما نسمح بأنه أي جهة تعتدي عليها وتهدد أمنها وسلمها أو المصالح بتاعت مواطنيها الخيار الأول دايما بالنسبة لنا هو الخيار السلمي ونمشي فيه لحد آخر الطريق في فترة الجاية قضية دائرة ويحدة شعبية كبيرة حولها لأنها مهدد حقيقي للبلد وفيها تعدي حقيقي عليها والحكومة لا تتدخر جهد في هذه المسألة ويكون فيه إجراءات في الفترة الجاية ستكون واضحة بالنسبة للناس نحن نأكد بأنه الدائر أقول بكرا مجلس الوزراء أوجزه منه عنده اجتماع مع كل ولايات في مقر مجلس الوزراء وعشان الضمان بتعينه الخطة نفسها تملك لولاة الولايات وتراجع القضايا المختلفة بتاعة الولايات بالذات القضايا المعيشية والقضايا الأمنية وتوفر لها برضو الحلول العاجلة ووفقا لي يعني بيخصى ما هو ممكن أخيرا وأكد بأنه دي خطوات في الطريق بتاع تحقيق المهام بتاع ثورة ديسمبر المجيدة الإجراءات وقرارات التي اتخذت الحكومة دي جادة في تنفيزها وحتقوم بتنفيذها خطة الستة شهر برضو حتكون منشورة ومعلومة بالنسبة للناس وهم أكبر رقابة على الحكومة دي لكن الدارين نأكدوا بأنه الطريق الصعب الذي مضينا فيه زي ما ذكرتك بيل يعني الأصعب فات وقدامنا إن شاء الله الأفضل وقدامنا إن شاء الله الأجمل والأحسن للبلد دي وللشعبها ذات الوحدة الفريدة اللي حققت إسقاط واحد من أعتى الشموليات في تاريخ العالم ذات الوحدة دي مطلوبة عشان ننضي بيها للعبور من صعاب الانتقال زمان نالسو ماندلا قال بعد ما يعني تم التفكيك بتاع نظام الأبرطايد قال إنه نحن عبرنا صعاب الجبل وأمامنا صعاب السهل نحن صعاب السهل ذاته مشينا فيها كتير وشعبنا قادر على إنه ينتصر بالكامل لثورة المجيدة ولأهداف اللي ياتت من أجل الله تعالى ولكتر أتمنى للإخوة الصحفيين وشكرا جزيلا لسهد الوزراء وأجمل الأوقات لكم جميعا